شكراً سعادة سعيد النظري ويبني خطة مؤوية الإمارات في مجال الثقافة والتنمية المعرفية وأيضاً معاليها قدوة تحتذي بها الأجيال الحالية والقادمة في مجال القيادة فلتتفضل مشكورة صباح الخير صباح الخير بس هذا هو شكلكم ويبقى الانرجي الانرجي وين الطاقة مالتكم هنا ولا فوق فوق صباح الخير صباح الخير صباح الخير ايضاً ويجلك أقدم صباح الخير لدى المترجم للإماراتيين المترجم للإماراتيين المترجم للإماراتيين المترجم للإماراتيين المترجم للإماراتيين المترجم للإماراتيين إنه خالد الوطن بالعمل للإنسان وكل فرد مننا يذكر العمل كل ما يعمل يذكر العمل المغفور للشيخ زايد ذكرها المصير واحد المصير واحد سواء كنا على أرض هذه الوطن بتونا بعدين طريقنا أو سواء بدأنا حياتنا العملية من 20 سنة مثلا أنا أتكلم عن نفسي أنا بديت حياتي العملية من 20 سنة مصيرنا كلنا واحد مصيري أنا واحد مصير الطالب اللي بدأ أيضا دراسته الأول سنة الأول شهر مصيرنا إحنا كلنا واحد لماذا مصيرنا واحد؟ لأن نحن ننتمي لدولة لها مفهومها لها قيادتها الحكيمة في أيضا في وسط وقت مش وقت سهل وقت في بلدان أخرى ستفكر إنها تخرج من اتحادات اليوم نتكلم مع سعى السفير كيف الجو في بريطانيا؟ قال الجو مغيم الجو مغيم بسبب أمور سياسية وأمور أيضا والجو بس إحنا نكون الجو مغيم نحن نحب الجو مغيم نترى المطار خلني أقول لكم قصتي في الثانوية كانت في منتصف التتعينات يمكن معظمكم توا من مولود في هذه الفترة اضطرين أن نسافر مع الوالد كان عندها دراسة في الخارج ودرست في مدرسة ثانوية كارلال هاي سكول في بنسلبانيا التجربة ما كانت سهلة أبداً كانت سنة ولكن هالسنة كانت تقدر تسويلي شيين أول شي كنت أقدر أني أخلي السنة تعدي ويا الله بس نروح المدرسة ونرد البيت المهم أن السنة خلص لأني أبرد بالبلاد أو أن على قد ما أقدر أني أفهم الثقافات الأخرى وأفهم المكان اللي أنا فيه حتى لو أن ثقافتها مختلفة فكانت هناك الكثير من الجنسيات اللي موجودة في المدرسة وكانت هناك مضايقات لأن قبل ما كان في الإنستغرام ولا الفيسبوك ولا تويتر فإذا حد بيكتب الإمارات بضبيد بيشارجة ما ما ظني حتى فيه كان جوجل الكمبيوتر اللي كنت استخدمه اسم زينث كان بلاك وويت يمكن معالي بولهول اللي تشرفت أن كنا يران وقت طفولتي عاصرنا أجهزة أو ألعاب كانت ملونة ولكن ما دخلنا في عالم الإنترنت فكانوا يتحسبون في خيم وفي صحراء وكان يضايقني أن يتحسبون في خيم وفي صحراء ولكن مفهومي بعدني صغيرة ما كنت أقدر أشرح أن الصحراء والخيمة هي جزء من هويتي كنت قبل أحس أن هذا شيء يمكن متخلف ولكن حين يوم نسأل نفسنا سؤال نحن في 2019 في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات ما هي هويتي أنا كإماراتي وكإماراتية وكإماراتي يوم يسألون أحد أنت من أين في حد بيقول أنا من دبي أنا من بوضابي أنا من الإمارات بعدين في صورة بتطلع في مخيلة الشخص تحسون أي صورة بيعرفونها عن نحن كالإمارات صورة الصحراء ولا صورة برج خليفة برج خليفة أو الصحراء وبوث صح صورة برج خليفة وصورة الصحراء هي الصورة اللي أيضاً تمثل شيئين تمثل تاريخي تمثل بيئتي وبعدين تمثل أنا كوطن كيف هناك تطور في إبراز الهوية بطريقة أخرى في إبراز مفهوم التعايش في أيضاً مفهوم القيادة أن تكون دولة الإمارات دولة متقدمة في هالكثير من الثقافات التي بتثري موقع دولة الإمارات فمو بغلط إذا حد قال بعدكم صحراء ولا في خيام بالعكس أنا بيكون عندي فرصة فرصة شو؟ فرصة أني أجاوب على السؤال يوم حد بيسألك أنت من وين؟ بتقول من الإمارات يمكن بنبدأ بنقول سنة 1971 تأسس الدولة الإمارات وبتسردون القصة اللي تعرفونها ولكن المهم جدا أنكم تسردون قصة مختلفة أكيد معظمكم يحب يتابع مسلسلات ما هي مسلسلات؟ نتفلكس يعني أنتم يهمكم القصة يهمكم القصة يهمكم كيف أنا بتكلم عن هويتي كإماراتية أو عن القصة نفسها حتى نتفلكس يشوف لك المسلسل اللي بتتابعينا 80% 97% وهي الطريقة اللي إحنا في نعرف ما هو توجهنا في القصص ولكن فكروا بشي ثاني فكروا أن بلاتكم هي مهد حضارات هناك حضارات موجدة في دولة الإمارات ما كانت موجودة من قبل سواء كان في مسيد اللي اكتشوه في العين اللي عمره ألف سنة سواء كان دير مسيحي في صير بنياس من 600 ميلادي فلازم شوي نبدأ ورا نبدأ أننا إحنا ويهاد عندنا حضارة مو بس 1971 دولة إمارات لا قصتكم لازم تكون قصة فيها عمق فيها هوية قصر الحصن 250 سنة قال نهايان سكنوا قصر الحصن هناك الكثير من القصص والعبر لهذا القصر وافتتح معرض قصر الحصن ولكن في نفس الوقت مرات تحسسون أن احنا اتحاد نيديد ولكن الإماراتي أو الإنسان اللي عاش في دولة الإمارات لا قصة ولا حضارة نفسنا يوم نسأل نفسنا ما هو الثقافة الثقافة طبعاً اللي هي لغتي هويتي لبسي يمكن مرات ولكن الشيء اللي لازم نركز فيه وقال أسمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه يوم بسوي شيء إيجابي بيقولون إماراتي يوم بسوي شيء سلبي بيقولون إماراتي فكيف أن الـ كيف أنا كإماراتي يكون عندي صفات تميزني عن الآخر هناك الصفات اللي تبين مظهرك والصفات اللي من لهجتك ولكن اللي أهم من ذلك الصفات اللي احنا تميزنا على الآخر من التعايش مع الآخرين من احترام الآخرين فهذه الصفات أيضا مرتبطة ارتباط وثيق في إن بلادنا لها مهد حضارات تعرفون اليونسكو؟ ما تعرفون اليونسكو؟ أني وأكثر شي متفاعلين هالجهة هالجهة متفاعلين اليونسكو هي منظمة للثقافة والعلوم هاي المنظمة منظمة عالمية مقرها في باريس هاي المنظمة منظمة أيضا تساعد على تسجيل التراث المادي والغيرمادي المادي هي المواقع اللي أيضا مسجلة في اليونسكو وسجلناها في اليونسكو كودلت الإمارات من واحات الهيلي وما إلى ذلك في مدينة العين هذه مسجلة وهذه مادية لأن أنت تقدرون تلمسونها ولكن أيضا الغيرمادي هذا شيء مهم جدا أن نفكر فيه في مواقع مادية ونحن نقوم أيضا بتسجيلها لأن المسئولية ليست مسئولية فقط مسئولية وزارة أو مسئولية مدينة ولكن مسئولية هات التسجيل تكون مسئولية أيضا عالمية أنت يوم تحافظ على هذا الشيء تبقى فيه يكون استمرارية يكون فيه استمرارية أن المبنى نفسه أنت ما تبت خربة لا نبدأ نكون في مدن تتشابه لا نبدأ نشوف مباني تتشابه يوم تبون يوم حد يزور بلاتكم أو إماراتكم ما هو المبنى الذي يميز؟ مبنىكم الذي يميز أي مبنى آخر فهناك طبعا مثل ما ذكرت لكم مواقع فيه التي لي في العين التي هي مسجلة وأيضا الثقافة الغيرمادية التي هي المعنوية مثل الصقارة مثل الرزفة مثل القهوة مثل الميلس هذه كلها أشياء معنوية ولكن تمثل هويتكم وليست فقط مسجلة في ذهنكم أو عندهلكم ولكن مسجلة أيضا في منظمة دولية فبهالطريقة أنا بس سأقولكم هالأشياء عشان يباكج هويتكم تاريخها آلاف السنين شو اللي قبل موجود من مئتين سنة شو هي المواقع الأثرية وشو هي أيضا الثقافة الغير ملموسة سدوا ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ ماذا تفضل؟ دايما كيف أنا ببرز ثقافتي بطريقة تكون طريقة الأشخاص الثانين من ثقافات أخرى بيحبونها؟ نحن كلنا متفقين أن مهم عندنا الوجبات الأكل مهم، الموسيقى مهمة، القصة الجميلة مهمة، فالثقافة تجبع التي تفضل مهمة... وغير مهمة والتي تفضل مهمة فاذا تفضل مهمة؟ فيلم أبي لضو سود؟ ثلاث ساعات؟ عشان ما في وقت بس أنتو في بيكون لا ولكن أنا أجدد شو اللي أجدده؟ أجدد هويتي كيف أجدد هويتي؟ بالثقافة وبالتصميم اتشاركنا مع دبي ديزاين ديستركت حي دبي للتصميم مع إماراتيين مصممين برئاسة أيضا المقيم خالد الشعفار اللي قدموا أعمال هذه الأعمال متصلة بالهوية الإماراتية ولكن مصنوعة بطريقة حديثة هذا تصميم ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وت Sport موسيقى موسيقى على خطر موسيقى موسيقى تقول موسيقى موسيقى الموهبة اللي قال أنا أمسي أنا أقدم اللي قال أنا أخرج أفلام اللي قال أنا مثلت الفن مهم جدا أنتو كل واحد منكم ما أظني يومه ما يكون فيه موسيقى ولا صورة جميلة ولا قصة جميلة ولا مسلسل جميل فأنا اللي أطلبها أن كيف إحنا تكون أدنى موهبة أن نقول قصتنا وهويتنا بطريقة تواكب العصر إن شاء الله في المستقبل بيكون عندنا أركسترة وطنية هذه الأركسترة أيضا بتكون أركسترة تمثل دولة الإمارات وعدنا الكثير من المواهب اللي موجودة في دولة الإمارات ولكن يجب علينا أيضا أن نوفر المنصة اللي بتوصلهم لمنصات عالمية بروح إماراتية بثقافة إماراتية الله يرحمه الشيخ زايد أسس دولة الإمارات الشيخ زايد يوم أسس دولة الإمارات مع أخوانا كان عنده نظرة ما أحد كان يتشوفها قبل على وقته وكان يقول شيء وائد مهم وقبل ما أنهي أبدا دائما تتذكرون معالي شمى وفريق عملها يوم اختاروا أن المبادرة العالمية تكون بصمة الشيخ زايد كان هناك سبب وائد مهم أنا شخصيا كنورة الكعبي ما أقدر أتخير الوال بيبر التليفوني مش صورة شيخ زايد الشيء اللي لازم احنا دايما نركز عليه إنه ما حاد بيخلد ما حاد بيتم خالد ولكن عملنا احنا مثل ما ذكر المغفور له عملك أخلاقك هويتك كيف الهوية بتكون هوية تميزني مو بهوية لازم أختلف فيها أو أتشدد فيها أو لا أنت مبلاب الصح أو أنت ما تتكلم صح لا احنا ما نبقى نوصل مرحلة أن نحاسب نبقى نوصل مرحلة أن نعزز هذه الهوية تواكب أيضا التطورات تواكب المفهوم البلء الوقت اللي إحنا عايشين فيه تواكب أيضا الشاشة اللي أنتو تمسكونها بين إيدكم هيتفتح لكم عالم فأنا لازم ثقافتي أيضا تكون ثقافة مفهومها عالمي مثل ما فكر الشيخ زايد كان عالمي في توحيد بلد في العصر الحديث عمرا ما صار هذا الشي أنتو متميزين فيه مشكورين على هذه الفرصة شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر